رياضة مرحبا بكم إلى هذا النقل المباشر من الملعب الأولمبي بالنزة بعد لحظات ينطلق لقاء المنتخب الوطن التونسي بنظير المنتخب القطر الأولمبي الشقيق لقاء دولي ودي في إتار الأعداد للتصفيات الألعاب الأولمبية 2016 بالبرازيل نعرف المنافسنا في اللقاء الرسمي الأول لهذه التصفيات لحظة يكون المنتخب الأولمبي الوطني الأولمبي السوداني إذن هذا اللقاء الثاني اللي يجمعنا بالمنتخب القطري الأولمبي الشقيق هنا في ملعب المنزة كان أجرى منتخبنا لقاء في شهر جوليا الفارد في قطر وانتصر هدف مقابل لشيء هدف آدم رجايب عاطف على ذكر آدم رجايب شاكيب هو معي آدم إذن آدم مباراة ضد تحذيرية ضد المنتخب القطري كنتوا انتصرتوا على المنتخب المغربي وتعادلتوا معاه اليوم مباراة أخرى كانت تحكينا مدى جاهزة المنتخب الوطني لخوض الدور التمهيدي اللي يبشي أهلكم إن شاء الله الأولمبياد 2016 ولا يكريت معاناها كل ماتش يجيوا تليفة عناصر ومع عناصر من بره معاناها أو مزانا نجربوا في الجواريت جدد وكل شيء شاء الله من الماتش السوداني اللي كي بتاعيه تحذرك متقلق ايضا بالمباراة البوتولة رأيك اليوم تسجل زعمه صار صار شكرا 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 لك عاطف تاخذ الخط وقت اللي تبدأ جاهز وفي أي وقت إذن قلنا أنه المنتخب الوطني كان انتصار في شارج ويليان فارت على المنتخب القطري هدف مقابل شيء هدف أزمر جابي اسمعتوه منذ اللحظات غياب كل الجماهير المفروض في لقاءات مماثلة نعرف المنتخب الأولمبي ونواة المنتخب الوطني للأكابل وموجود نزار خنفير على رأس المنتخب الأولمبي واللي يعمل يعني بالسجام على المدرب الوطني جورج لكاز المفروض تكون جماهير حاضر نبدأ بتشكيلتين الفريقين والبداية بالفريق الضيف القطري الشقيق في حراسة المرمى 22 الساعة عبد الناصر الثين مصعب خنفر كمال ثلاثة أحمد يوسر محمدي أربعة إلال محمد إبراهيم سبعة أحمد علاء الدين بدر ثمانية أحمد فتغي محمد تسعة أثمان عالوي عثمان عشرة علي أحمد محمود حداش أحمد فاضل وزين أثناش عبد الرحمن محمد وسبعتاش محمد علاء الدين تشكيلة تفضر عاطف إذن معنا المدرب المتخب الأولمبي نيزار خمفي نيزار مدى استعدادات المتخب الأولمبي لخوض دور تمهيدي المرشح الأولمبي هذا 2016 استعدادات عادية نحن قاعدين نحضر في الكيب إن شاء الله من هنا شهر مي نكونوا حاضرين بطبيعة الحال ثم مباريات ودية وثم دورة دولية في جانفي في اتحاد شمال أفريقيا نفس الشيء في معانة الاتحاد الأولمبي ليس نظمنا دورة ولكن هذي تدخل في نتاق استعداد الأولمبي 2016 الاختيار على المنتخب القطري اختيار بطبيعة الحال إحنا نلعبنا للماتش اللي جاء في القطر استدعونا وللماتش غاديكة وربحناه تواجههم ما طلبهم ما نلعبوه في جورني فيفا يزمنا نلعبوه ضد بلدان أفريقية أساوية أوروبية باش نشوفوا المدارس لكل خاطر ما العلاعب الأولمبي تكون نوعا ما مختلفة للمدارس وهو هي أقرب شيء للمنتخب السوداني القطري بالنوعية الفنيات المتاحة شكرا نيزار بالتوفيق إن شاء الله لك الكلمة شاكيب شكرا لك عطف إذن نرجع مع زوم الأقنى في الأعلمية لتشكيلة المنتخب الوطني التونسي هاي أمامكم سيف الدين الشرفي رقم واحد أربع وعشرين يعني مشاني ثلين حسين بنيناء ثلاثة خليل ساسي ستة وليد حسني ثلاثة وعشرين حسين مريح أربع تراشة ناظر الغندري واحد وعشرين رفيق مجدنة ثمنتر سعد بجير ستة سيف الدين الشابي وتسعة عماد الواتي أمامكم تشكيلة المنتخب الوطني الأولمبي وزوز فرق تدخل إلى أرضية الميدان استعدادا للنشهدين الوطنيين الرسميين التونسي والقطري في انتظار ذلك نبدوكم بتقم تحكيم اللقاء الحكم رئيس ستين بل أخواس الحكم المساعد أول رمزي محجوب الحكم المساعد الثاني زيادة الظويب هؤامكم بتقم تحكيم اللقاء والحكم الرابع كريم محجوب تقم تحكيم اللقاء 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنتخبين الأولمبياء التوريسي والقطري نوصل إذن ناخد فكرة على هذا اللقاء قلنا هذا اللقاء الثاني نجمع منتخبنا بالمنتخب الأولمبياء القطري بعدما انتصرنا في قطر في شهر جميل الماضي هدف مقابل شيء هدف إزمار جيبي كنتم تسمعته منذ قليل في تصريح مع جميل عطف الجبالي أميكم بنك احتيات المنتخب الأولمبياء القطري على الصورة منتخبنا الوطني استعداد القناة لتصفية الألعاب الأولمبية 2016 بالبرازيل ونعرف قيمة هذا المنتخب الأولمبي ليفشكون يعني تعم منتخب الأكابر منتخب الأولمبي يعني 93 94 و95 هم المؤهلين طبعا للمشاركة في المنتخب الأولمبي وفكرة عن اللقاء نعرف أنه لقاء دولي يعني التغييرات هذا بنك احتيات المنتخب الأولمبي التونسي صبر بن حسن حمزة بن مراهيم دير سبحي في أدمر جيبي حسن المسعد زبير الدراجي وعلي العادي قلنا المنتخب هذا هو المطعم والممول لمنتخبنا الوطني الأكابر لخوذ اليوم مباراة رسمية مباراة حاسمة صحة التعبير ضد منتخب بوتسوانة قبل اللقاء الأخير ضد المنتخب المصري يوم 19 من هذا الشهر في مرعب مصفى بالجنة بالمولستير إن شاء الله منتخب الوطني للأكابر يحسم الأمور منذ عشية اليوم ويضمن ورقة التأهل والعبور إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم اللي بيشتحت ظنها غينيا الاستوائية كيف ما سمعتو ويكون يعني أمر التأهل حسمة منذ عشية اليوم حتى لا نضطر إلى يعني منتخب القطري للأكابر واخذاء مسؤولية الإشراف على المنتخب الأولمبي القطري منذ ثمانية أشهر فقد حدثنا يعني مع الإداري بالفريق منذ قليل وعطانا هذه المعلومة مشكورة إذن أمامكم المنتخب الأولمبي القطري على الصورة وللتفكير المنتخب القطري للشباب توجه بكأس آسيا في رسخة الأخيرة لأول مرة في تاريخه وهذا أكد البرمجة الواضحة والاهتمام الكبير بقطاع الشبان في الرياضة القطرية ونعرف مدى تقدم الرياضة كرة القدم خاصة في هذا البلد الشقيق إذن نعود لمباراة هذا اليوم اللقاء الدولي الودي بين تونس وقطر وهو الثاني وهو الثاني بين هذين المنتخبين تشكيلة الاحتياطية للمنتخب القطري لا بد بشنا نذكروا بها فهد يونس أحمد عبدالعزيز عبدالله علي محمد عبدالله هذا يحكم اللقاء سيبرخواس كنتم تشاهدوا فيه علي عبدالله عبدالله عبدالرحمن هشام كامير حسن علي عواث حسن عبدالرحمن وليد عبدالرحمن وعبدالرحمن محمد ننتظر انتلاق هذا اللقاء في الملعب الأولمبيد بنانزه كنا نتمنى حضور الجماهير لرفع من معنوية هؤلاء اللعبين وانتلاق المباراة هنا في الملعب الأولمبيد بنانزه ملعب الأولمبيد بنانزه اللي كنتم تكرر في مناسبة سابقة في حل أنيقة أرضية ميدان جد ممتازة تساعد يعني على لعب كورة يعني في أفضل الظروف انتلاق المباراة والكورة لصالح منتخبنا الوطني الأولمبي علي المشاني كورة ويلة ترجع من الدفاع المنتخب القتل الأولمبي كورة دور في مناطقنا الخلفية تدرج بكورة تمشي افتجار سيف الدين الشاب ثم ترجع علي المشاني أسماء بيرزا في المنتخب الأولمبي أغلب على سرها تلعب في رقل أكابر في رقل الربط الأولى توزيع فرصة هدف المنتخب الوطني ترجع الكورة أول محاولة اختيرا لصالح منتخبنا والتزيد الأخيرة كانت أمامكم من حسين مرياح فوق مرمى الحارس القتلي سلط عبد ناصر محمد هذه إعادة للعملية كانت كورة رأسية في القائم الثاني وتدخل في آخر لحظة من المداثع أحمد فاضل وزين ترجع الكورة ما زالت في المناطق الخلفية للمنتخب الأولمبي القطري ترجع من علي المشيني والهجوم مرة أخرى لأبناء المدنب نزال خنفير مرة أخرى نشاء الله قلوب التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني للأكابر في مباراة اليوم ضد منتخب بوسوانا شل العودة بورقة التأهل إذا نهائيات كاسفريق للأمم 2015 ترجع الكورة لسالح المنتخب الوطني أولمبي نعفو كل مقابلات بالنوع هذا حضور الجماهير يكون فاهم جدا لأزر اللاعبين الشبان نظومة والرفع من معنوياتهم لأنهم في النهاية بشكونوا هما يعني المتعمين للمنتخب الأول مزالة الكورة في مناطق المنتخب القطري مصعب وخضر كمان وتدخل مرة أخرى لكن تعود الكورة للمنتخب القطري حارس المرمى ساتة عبد الناصر محمد مع أحمد ياسر محمدي ومخالفة يقول حكم التونسي سنين بنخواس لسالح المنتخب القطري إعادة إعادة لعملية المخالفة الكورة تقصيرة في المراطق الخلفية للمنتخب الأولمبي القطري تدخل مرة أخرى ومخالفة ثانية أربعة دقائق على انتلاق هذا الشورط الأول لا تغير في النتيجة ما زال التعادل دون أهداف بين الفريقين في حديث منذ قليل مع المدرب نزار خنفير كنت مع زميلي عاطف جبالي يقول أنه الاختيار على المنتخب القطري ما كانش اعتباطي لأنه فنيا وحتى جغرافيا يعني حتى على الملاخ وأشياء أخرى تم التقم الفني لمنتخب الوطني يقول المنتخب القطري ما هوش بعيد بل يتقارب في العديد من الأشياء مع المنتخب السوداني اللي بشيكون منافسنا رسمي تم هذه العملية فرصة هدف للمنتخب الوطني وتدخل اللجح من الحارسات عبد الناصر ضرب الجزاء فرصة تدف ثم ضربة جزاء لسلح المنتخب الأولمبيتوسي توشهدوا الإعادة خمسة دقايق على انتلاق هذا الشرط الأول كنت تشاهدوا في قائد الفريق رقب الثين محمد خضر كمال هذه الإعادة بالعرض البطيء للعملية تدخل أول من الحارسات عبد الناصر محمد ثم تدخل ثاني من لعب رقم عشرة علي أحمد محمود تدخل كان على عماد الواتي الحكام السيم بن أخواس يعطي ضرب الجزاء للمنتخب الوطني التنفيذ والهدف الأول الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني عن طريق صعد بجير أو أمامكم رقم 18 ضرب الجزاء كانت نجحة هدف مقابل شيء منذ الدقيقة السادسة من الشرطة الأول سعد بجير على أثر ضرب الجزاء شاهدوا الإعادة وشاهدوا إعادة لعملية المخالفة المرتكبة على عماد الواتي سعد بجير أمامكم بلسار عليمين الحارس سادة عبد الناصر محمد يعطي الأسبقية للمنتخب الأولمبي التونسي هدف مقابل شيء أمامكم النتيجة والتوقيت ترجع الكورة مباشرة للحارس سيف الدين الشرفي طويلة رأسية تمشي في اتجاه عماد الواتي من أخرى مفمش مخالفة من هذه كل حكم ترجع للمنتخب القطري تمشي تمشي لرقم عشرة علي أحمد محمود توزيع اختير العملية مزانة في منطق المنتخب الوطني تمشي ركنية ركنية والتنفيذ سيكون لأحمد فتحي محمد عبدالله أمامكم أحمد فتحي محمد عبدالله بشتوى التنفيذ الركنية على يسار الحارس سيف الدين الشرفي هدف مقابل شيء منذ دقيقة السلسة من الشرط الأول على أثر ضرب الجزاء انجح في تحويل ساعد بجير توزيع فما رأي فما رأي لوجود تسلل ضد المنتخب القطري هدف أبيض لأحمد ياسر محمدي شوفت من زاوية واضحة كان في موقع تسلل واضح لإعادة مكنتنا هذا ضد أبيض لأحمد ياسر محمدي كنت شاد فيه على الججا رقم ثلاثة ترجع الكرة للمتخب الأولمبي التونسي أربع مدافعين في موجهة أربع مهاجمين اختير العملية في القائم الثاني لكن ترجع الكرة من قائد الفريق محمد خضر كمان ثم تدخل من أحمد ياسر محمدي ومخالفة شاهدت 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 الإعادة كانت شاهدت من أحمد بوجود تسلل شاهدت الإعادة من زاوية أخرى ثمانية قائق على انتلاق هذا الشوط الأول ولتغير في النتيجة باقي الأسبقية للمنتخب الأولمبي التونسي هدف مقابل شيء ساعد بجير في الدقيقة السلسة على أثر ضرب الجزاء ترجع للكورة للمنتخب القطري طويلة ما فماش مهاجمين مباشرة للحارس سيف الدين الشرفي علي المشاني جنع بكور علي المشاني مع رفيق مجدر التعاود للمنتخب القطري مثل مخالفة هيليل محمد إبراهيم وفي المرايا لوجود تمس لصالح المنتخب القطري والتنفيذ رقم أربع هيليل محمد إبراهيم هيد يعادة بنساعد الكورة جوزة الخط هيليل محمد إبراهيم حوار متواصل على الكورة ينتهي لصالح المنتخب القطري تمشي في اتجاه عثمان علوي عثمان تزيد ومحاولة المبغت أحمد فاضل أو أمامكم رقم 11 كورت فوق المرمى ضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني الأولمبي يعادة تزيد كانت قوية لكن فوق المربع أو أمامكم أحمد فاضل ساحب المحاولة الأخيرة ترجع الكورة من جديد المنتخب التونسي محاولة اختراق دفاع المنتخب القطري كورة يصير دفاع المنتخب قطر وينجح تحضير الفرص التدفان تزيد ولا تدخل تدخل من المدافع هيلان محمد يقول الحكام السين بن أخواس يقول فهم مخالفة هذه إعادة تدخل من المدافع التونسي ومخالفة معلنة من الحكام السين بن أخواس وإعادة العملية شفتوا التواغر بالكورة والمخالفة الأخيرة ترجع الكورة لصالح المنتخب الأولمبي القطري قائد الفريق مصعب خضر كمال ثم تمشي الأحمد محمدي هيلان محمد إبراهيم والتغطية من حسن ولي الحارس سيف الدين الشرفي يلعب كورة طويلة مازال التسالح المنتخب الأولمبي التونسي ويربح تمس تتعب الكورة من خليل ساسي علي المشاني سعد بجير سحب الهدف الوحيد إلى حد الآن والكورة ترجع من عبد الناصر المحمد أو أمامكم حارس المنتخب القطري وليد حسن يلعب التماس ثم توزيع من ناظر الغندري رأسية والكورة الجانبية كانت اختيرة العملية من عماد دلواتي أو أمامكم شوفوا التوزيع من ناظر الغندري رأسية كانت ممتازة من عماد دلواتي جانبية لمرمى الحارس القطري ساتة عبد الناصر محمد أمامكم قائم الأول ترجع من أحمد علي الدين بدر ثم تعود من جديد يصنح المنتخب القطري مباشرة لمرمى الحارس سيف الدين الشرفي محاولة التدرج بكورة لكن فما كثافة من لعبين المنتخب القطري الشقيق في وسط الميذان ثم هذه العملية توزيع كانت بعيدة كورة وليد حسني مباشرة ضربة مرمى للمنتخب القطري أمامكم ساحب المحاولة الأخيرة تخرج كورة إيلان محمد إبراهيم ينعب مع أحمد فاضل تعود من حارس المرمى لقائد الفريق مصعب خضر كمال ثم أحمد فاضل مرة أخرى مدرب المنتخب الأولمبي القطري قلنا كان على رأس منتخب الأكابر المنتخب القطري الأكابر ويخذان مقاليد الفنية للمنتخب الأولمبي منذ ثمانية أشهر علي المشاني يلعب مع عيمة دلواتي ما فماش مخالف يقول الحكم ترجع للمنتخب القطري عن طريق عبد الرحمن محمد محاولة اختراق الدفاع المنتخب التونسي لكن التغتاء كانت جيدة وترجع الكورة كورة في العمق ويعود الهجوم للمنتخب التونسي عملية خطيرة أخرى وفم راية فم راية لوجود تسلل رفع الراية من حكام المساعد الأول رمزي محجوب إعادة للعملية وموقع الحكام المساعد الأول كانت واضحة هذا المدرب هذا المدرب نزار خنفي مدرب المنتخب الأولمبيا التونسي ليعمل بالتعاون مع المدرب الأول لمنتخب الأكابر جورج وهذا المساعد وهذا المدرب القطري فهد ثاني الزراء فملاعب برق على أرضية الميدان اللي هو علي المشاني إن شاء الله نبس إن شاء الله الإصابة متكتسي حتى خطورة على المدافع علي المشاني هذا المدافع المتميز يدخل التقم الطبي لمنتخب الأولمبي لتقديم الإصعافات اللازمة لعلي المشاني وهذا دعب من المنتخب القطري بدوره بسدد تلقي مساعدة الإطار التبي على حافة الميدان أو أمامكم علي المشاني شوق ينقل على حافة الميدان لإستكمال الإصعافات كيف ما تنصف ليه طبعا القوانين وإن شاء الله لابد يسمع أخرى لعلي المشاني بنك احتياط المنتخب الأولمبي القطري أمامكم ضيف تونس وهذا علي المشاني أمامكم وإعادة لعملية ضربة الجزاء الخطاء المرتكب ونجاح سعد بغير في تنفيذ ضربة الجزاء على يمين الحارس القطري منذ دقيقة السلسة أعطى الأسبقية لمنتخبنا الوطني هدف مقابل شيء وهذا بنك احتياط المنتخب الأولمبي التونسي ترجع الكرة فملاعب ثم تخص الكرة وترجع لمنتخبنا الوطني توزيع طويلة والتغت جمال جديد سعد سعد بغير سحب الهدف الوحيد إلى حد الآن عنده كرة علي مشاني نشوف على حفظ الميدان يقوم نباس والحمد الله وأمامكم يرجع نباس والحمد الله سلامة كل اللاعبين قبل كل شيء كان من منتخب الوطني التونسي أو من منتخب القطري تبعوا توزيع اختيرة كانت كرة فوق المربع كرة فوق المربع كاد يكون هدف ثاني لصالح المنتخب الوطني الأولمبي التونسي شهدوا الإعادة رأسية كانت رأسية كانت من رفيق مجدرة يبدو تنزيل تأكدوا من الرقم لأنه على ورقة التحكيم فما رقم 21 لكن رفيق مجدرة رفيق مجدرة هو رقم 20 بتاع يحمل رقم 20 على قميسه إذن الخطاء المرتكب على رقم التحكيم قمنا بإصلاحه وترجع الكرة من جديد يصنح المنتخب القطري يقعد يبحث على الحلول لتعديل النتيجة والعودة في النتيجة لكن تغطية دفاعية محكمة لمنتخب الوطني إضافة إلى هجومات معاكس اختيرة تمثل سلاح المنتخب التونسي أو أمامكم كنتوا ناظر غندري رقم 14 ترجع الكرة طويلة لسلاح المنتخب القطري في منتق منتخبنا الوطني توزيع وفهم التغطية محكمة كيف ما قلنا من وليد حصي من جديد الكرة لأبناء المدرد بنزر خطير لكن فمتخطية من أحمد فاضل هذا حكم سليم بن أخواص حكم المباراة جهدت إعادة لعملية المخالفة مرتكبة من هيليل محمد إبراهيم رقم 4 مزالة الكرة للمنتخب الأولى بالتونسي تخرج تدرجيا مزالة كنا نحكي عن رفيق بوجدرة نذكر أنه اختار اللعب للمنتخب التونسي هو لعب أجكسي الفرنسي لعب متميز 21 سنة يعني لعب شاب وعنده مؤهلات فنية وبدنية كبيرة وهذه إعادة لعملية المخالفة مرة أخرى الانتماء للوطن شرف طبعا لكل تونسي يعتز بانتماءه بهذا البلد المعطى ترجع الكرة لمنتخب الوطني ثم تتقص ترجع لمنتخب القطري من جديد من جديد تمشي الرفيق بوجدرة تحذير سيف الدين الشابي توزيع وكرة الركنية تخرج الكرة من أحمد ياسر محمد ركنية للمنتخب الأولمبي التونسي على يسار حارسات عبد الناصر محمد حارس المنتخب القطري بينما يواصل زباين الدراجي القيام بالحركة التسخينية تبركرية تتنفف القائم الأول وتخرج من أحمد فتح محمد عبد الله هجوم معاكس للمنتخب القطري والتغتية في آخر الأمر من حسين بنينة حسين بنينة لعب شبيب الموليد ديسمبر 94 شارك سنافي تسعة مباريات من عشرة مع شبيبة القيروان لعب شاب عنده إمكانيات كبيرة ترجع لكولة فيه في اتجاه رفيق مجدرة وفمرايا من حكام المساعدة الأول رمزي محجوب لوجود مخالفة لصالح المنتخب القطري إصابة أحمد ياسر محمدي شر لباس شر لا تكون اختير الإصابة على مدافع المنتخب القطري وحوار نقاش مع مصعب وخضر كمال قائد الفريق رقم 2 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر